سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بيكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتي للنهاردة البخاري والمهدي الخشبي وإحنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن واحد اسمه عباد بن يعقوب وده كان معاه سيف ودرع علشان يقاتل بيء المهدي النهاردة هنتكلم عن عبدالله ابن عبدالقدوس التميمي استعادي وهنشوف الحديث ده طبعا البخاري واخد عن واحد يعني هنشوفه اكتشفه معايا على مدار الحلقمين ده قبل ما نشوف المحدث في معلومة كلنا لازم نكون عارفينها وهي معروفة عند معظم الإخوة المسلمين في سحي البخاري كتاب الحدود باب لا يرجم المجنون والمجنونة وبنشوف فاتح البارب شرح سحي البخاري بيحكي لنا عن الحديث بيقول لنا مر علي ابن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي وقال العمر أما تذكر أن رسول الله قال رفع القلم عن سلاسة عن المجنون المغلوب على عقله وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقص قال صدقت فخلعنا يبقى المجنون مرفوع عنه القلم يعني إيه مرفوع عنه القلم يعني مرفوع عنه التكليف لا يحسب خلينا نشوف بقى الحديث هنا عنوانه إيه ده هقف شوية عند عنوان الحديث لأن ده مهم جدا فاتح البارب شرح سحي البخاري كتاب الجنائز باب بيقول إيه باب ما ينهى عن سب الأموات يعني إيه نقف شوية هنا باب ما ينهى عن سب الأموات يعني الحديث اللي حطوا البخاري ده حطوا في أهم باب باب ما ينهى عن سب الأموات وهنشوف إن المحدث كان بيسب حد ميت وكمان مش بيسب حد ميت لأ ده بيسب كمان استحابة نشوف الحديث بيقول عن عائشة رضي الله عنها قال النبي لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفاضوا إلى ما قدموا رواح عبد الله بن عبد الكدوس يبقى من الراوي؟ عبد الله بن عبد الكدوس فذكره البخاري في التاريخ وقال إنه صدوق إلا إنه يروي عن ضعفاء خلينا نقف هنا إزاي يكون صدوق ويروي عن قوم ضعفاء إزاي يعني الحاجة وعكسها في نفس الحديث صادق بس بياخد من ضعفاء ما بقاش صادق خلينا نشوف كتاب تاني تهزيب كمان للمزي عبد الله بن عبد الكدوس التميم السعدي أبو محمد يقول لنا إيه قال عبد الله بن أحمد قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل سألت يا حي بن معين عنه فقال ليس بشي خلي بالك ورح قال رافدي خبيث ويعني إيه رافدي خبيث الرافدي مش مهم الشيعي يعني الشيعي ممكن بيكون على خلاف سياسي لكن الرافدي بيكون على خلاف سياسي لكن بيرفض الشيخين أبو بكر وعمر وبيشتم فرافدي خبيث ده خلي بالك إحنا بنحكي عن رافدي خبيث أخذ منه البخاري حديث وقال أحمد ابن الآبار سألت زنيجا عنه فقال تركته ولم أكتب عنه شيء ولم يرضها وقال أبو معمر حدثنا عبد الله ابن عبد الكدوس وكان خشبيا وخلي بالكم كلمة خشبيا دي احنا نرجع لها بعد شوية خشبيا يعني كان ماسك سيف خشب وهنشوف ليه كان ماسك سيف خشب وقال محمد ابن مهران الجمال لم يكن كان يصخر منه يشبه المجنون يصيح السبيان في أثره وهنا نقف يعني الراجل ده ماسك سيف خشب شكله زي شكل المجنين العيال الصغيرة ماشي وراه بتصيح وراه طيب أنا المنظر ده خليكم كده هما اللي كاتبينه ازاي البخاري ياخد منه حديث واحد مجنون ماسك سيف خشب العيال تصخر منه يصخر منه يصيح في أثر السبيان نكمل بالكلام بيقول ايه وحكى عن محمد ابن عيسى قال انه قال هو ثقة وقال البخاري هو في الأصل صدوق الا انه برضو يروي عن أقوام ضعف ازاي صدوق ويروي عن أقوام ضعف وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود ضعيف الحديث يبقى واحد ضعيف حديث حدث بحديث القبر وطبعا اللي ليه خبرة في الأحديث هيعرف انه هو حدث بحديث قبر حديث ضعيف وقال في موضع اخر كان يرمى بالرفض وانا فهمتكم يعني ايه كان يرمى بالرفض الرفض يعني بيرفض الشيخين وبيسق وقال بلغني يحيا انه قال ليس بشيء وقال النسائي ضعيف وفي موضع اخر ليس بثقة خليني هنا نشوف حكم من سب السحابة لان طبعا الرجل دا كان رفضي وبيشتم السحابة قال النبي لا تسب أصحابي فلو أحدهم أنفق مثل أحد زهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يبقى الرسول يعني حديث صحيح بيقول محدش يسب أصحابي وده بيسب السحابة والبخاري بياخد منهم اخرجه البخاري إلى غير ذلك من الحديث الصحيحة الصريحة المفسحة بمتحهم والسناء عليهم وتعدد فضائلهم وجملة وتفصيلا وبعدين فمن سب قوما هذه فضائلهم وهذا سناء ربهم عليه وسناء رسوله عليهم فلا شك انه مكذب لله والرسول يعني الراجل اللي احنا بديحكي عليه اللي خد منه الحديث البخاري الحديث ده كده مكذب للرسول لأنه بيشتم الصحابة فيجب أن يعرف ذلك وأن تقام عليه الحجة فإن تابع ورجع إلى الحق فالله طوابه الرحيم وإنت ماذا في سبهم ولم يتب ولم ينصع للحق فهو كافر ضال موديل نقل ذلك غير واحد من أهل العلم وهذا فيما فيما سبهم جملة وكذلك من سب واحد منهم توطرت النصوص بفضله فيطعن فيه بما يقضح في دينه وعدلت وذلك لما فيه من تجذيب لتلك النصوص المتطرة وإنكر وكل ده الكلام اللي أنا بأراده بيؤكد اللي بيسيب الصحابة يعني بيعتبر في حكم الكفر خلينا كده نشوف ونقل الخلال عن الإمام أحمد إنه سوء العام من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنها عنهم أجمعين قال ما أراها على الإسلام يعني كده في حكم الكفر واحد كأنه مرتد كأنه مش مسلم وأنا فاهمتكم من شوية يعني إيه الرفض الرفض هو إنه بيرفض أبا بكر وعمر وبالتالي كل الصحاب والرفض دي دايما بيجمع بين الرفض والسب والرفض دي اللي بيسيب أبا بكر وعمر هم ميتين وطبعا الغريب إن البخاري بيذكره في حديث النهي عن سب الأموت ودي الحاجة الغريبة اللي إحنا بنترحل لإخوة المشاهدين وشوفوها معنا طيب خلينا نشوف كمان كتاب من هاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تايبية بيقول كده لم يكن لفظ الرفضة معروفا إزاك يعني هنوقف هنا لفظ الرفضة ما كانش الأيام دي أيام زمان كان معروف اسمهم روافض لأ يقول لنا كده وبحيث وغيره يعرف كذب لفظ الحديث المرفوعة التي فيها لفظ الرفضة يبقى الكلمة رفضي مش معروف أيامها لكن هنعرفهم بإيه شيخ الإسلام ابن تايبية بيقول تعرفهم إزاي ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الإسم كما كانوا يسمون الخشبية وإحنا ذكرنا أنه كان مع صف خشب وكانوا يسمون الخشبية لقولهم إنه لا نقاتل بالصف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب يبقى الرجل ده كان مسك صف خشب وفاكر أنه هو يعني واحد بيشبه المجنون ومش بعيد كمان أنه هو يكون فاكر أنه هو المهدي أصلا يعني لأنه كان بيشبه المجنون والعيال بتجري ورافوا أثرهم دلوقتي إحنا نلخص كل اللي إحنا قلناه في الحلقة إحنا تكلمنا عن البخاري إزاي ياخد من واحد زي عبادي بن عقوب عبادي بن عقوب ده كان رافدي وعرفنا يعني إيه رافدي وإنه هو كان إزاي الروافد بتشتم استحابة وإزاي البخاري ياخد من واحد زي كده ومش بس رافدي إنه هو كان مسك صف خشب كان مجنون يعني يشبه المجنون بيجري في أثر السبيان متهم في دينه كان يعني وكمان البخاري بيذكر حديثه في منسب الأموات فإحنا بنستغرب وأنا سأل وأنا بسيب السؤال ده مع عزيزي المسلم اللي بيشاهدنا إزاي البخاري ياخد من واحد زي كده حديث ويحطه في صحيح البخاري هل ما زلت تتصق في البخاري لما ياخد من واحد بيسب الصحابة وخصوصا إن الرسول والسا لا تسب أصحابي وألتقي بيكم في الحلقة القادمة مع صحيح البخاري لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضي ما تغرد بعقل إذا ما نقبل بعقل وذا يرد بعقل وذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ونعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر